موسيقى حراق دبلوماسي متواصل بشان تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة ارهابية نتج عنه اقرار حزمة اولى من السياسات الاجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي تزامنا مع دعم ايراني ارهابي تعترضه البحرية الامريكية في خليج عمان نبدأ نشرتنا الاخبارية بمحورنا لهذا اليوم حراق دبلوماسي متواصل بشان تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة ارهابية موسيقى اشتركوا في القناة اهلا بكم حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العاليمي من ان تؤدي الهجمات الارهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية الى نسف مساعي السلام فضلا عن تداعياتها الانسانية وعيط الحكومة عن دفع رواتب الموظفين ما يؤكد احتفاظها بحق الرد على تلك الانتهاكات المدعومة من النظام الايراني وقال العالمي لدى لقائه بالعاصمة السعودية الرياض سفراء دول دائمة العضوية بمجلس الامن والاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى بلادنا ان هذا التصعيد لميليشيا الحوثي يؤكد مدى ارتهانها للنظام الايراني الذي يدير عملياته في المنطقة حرسه الثوري من غرفة سوداء واحدة كما وضع الرئيس العالمي السفراء الاجانب امام الاجراءات الحكومية لردع الانتهاكات الارهابية للقانون الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة ارهابية مطمئنا مجتمع العمل الانساني بمراعاة تدخلاتها الاغاثية في جميع انحاء البلاد وضمن لقائه سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الامن والاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى بلادنا استعرض الرئيس العليمي نتائج الاصراحات التي يقودها المجلس والحكومة خلال الفترة الماضية على كافة المستويات والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار تلك الاصراحات وفي اللقاء الشار العليمي الى الانجازات المحققة في مجالات البناء المؤسسي والخدمي وجهود مكافحة الفساد وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك تفعيل دور الاجهزة القضائية والنيابية والرقابية متطرقا الى الجهود الجارية لعادة بنات مؤسستي الجيش والامن بموجب نتائج تقرير اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة اضافة الى الاصراحات الخدمية في مختلف القطاعات بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة مشيدا بالموقف الدولي الموحد ازاء القضية اليمنية مؤكدا تمسك المجلس والحكومة بحل شامل للازمة وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا كما لفت العالمي الى مسار جهود السلام التي انقلبت عليها الميليشيات الارهابية بما في ذلك اعلان الهدنة التي اثبتت من خلالها الميليشيات للعالم انها ليست شريكا جادا للسلام وعقب لقائهم رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي اعرب سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الامن والاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى بلادنا عن شكرهم للرئيس العليمي على اتاحة الفرصة لهم للتعبير عن دعمهم القوي للرئيس ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وللتشيع على التعاطي البناء مع المبعوث الاممي مشيرين الى انه من المهم ان تبدي كافة الاطراف دعمها لجهود السلام وتجديد وتوسيع الهدنة اشتركوا في القناة في العاصمة عدن اشار رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك الى انتهاكات ميليشي الحوثي الارهابية في تجنيد الاطفال وتشويه التعليم وادخال افكار هدامة ومتطرفة فيه وازدياد ضحايا الالغام من الاطفال خلال لقاء المدير الجديد لمكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسف لدى اليمن السيد بيتر وعلفت رئيس الوزراء في اللقاء الى ان تصنيف ميليشي الحوثي كجماعة ارهابية جاء نتيجة لممارساتها خاصة بحق الابرياء وفي مقدمتهم الاطفال وحرص الحكومة على اتخاذ اجراءات حازمة ضد الميليشيات الارهابية وضمان عدم تأثر مسار الدعم الانساني وعمل المنظمات الاغاثية في بلادنا معكدا على الدور المحوري لمنظمة اليونسف في البلاد بصفتها المنظمة المعنية بالطفولة مشددا على ضرورة رفع التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الغايات المرجوة من المساعدات وبصورة فعالة ومستدامة مؤكدا استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع المدير الجديد وتقديم كل ما يلزم لتسهيل بهامه وأعماله اقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده في العاصمة عدن الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشان تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة ارهابية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير حزمة أولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي أقرها مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده في العاصمة عدن لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية السياسات الحكومية المقرة اجتملت بعد نقاشات مستفيدة من أعضاء المجلس على الإجراءات التنفيذية لها والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات العاجلة في المسار القانوني تضمنت السياسات استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزرات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى والصادر بإدانتهم أحكام قانونية والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة مع سرعة الإحالة والتعميم للمتابعة والملاحقة الجنائية وضمن المسار القانوني أيضا تضمنت السياسات إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات وشركات المتورطة بتنميل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع شبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن وفي المسار الاقتصادي أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة عدن واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإرادية لاستيفاء إرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء على ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء الشعب وشدد على استكمال إنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة باتهو الطريق الوحيد للتحقيق السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعترض الإسطول الخامس الأمريكي سفينة صيد في خليج عمان كانت تحاول تهريب مساعدات فتاكة من المواد المتفجرة قادمة من إيران في طريقها إلى مليشي الحوثي الأرهابية واكتشفت القوات الأمريكية أكثر من سبعين طن من كولورات الأمونيوم وأكثر من مائة طن من سماد اليوريا المركب كيميائيا وهي عوامل قوية تستخدم في صناعة وقود الصواريخ والمتفجرات وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الإدميرال براد كوبر لقد تم اعتراض السفينة وأفراد طاقمها الأربعة من شمال اليمن أثناء عبورهم من إيران على طول طريق يستقدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن مضيفا بأن الكمية المتفجرة تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ بلاستية متوسطة المدى بالوقود وفقا للحجم وأن النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر دون أن يلاحظه أحد وأن هذا أمر غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط نشرتنا الأخبارية متواصلة وفيها أيضا انطلاق فعاليات الكونقرس العالمي للإعلام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هيئة رئاسة المجلس الانتقالية الجنوبي تقف أمام التخادم الحوثي الإخواني لإخضاع الجنوب لقوى النفوذ اليمنية ومحافظ حضر موت يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي سبل استكمال المستهدفين لبرامج تحسين سبل العيش بمدريات المحافظة أهلا بكم من جديد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي شارك وفد من الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في فعاليات الكونقرس العالمي للإعلام في دورته الأولى تحت شعار صياغة مستقبل قطاع الإعلام بمشاركة دولية واسعة وتجتمل فعاليات الكونقرس على مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام ويستقطب الحدث أكثر من مائتي رئيس تنفيذي ويتضمن أكثر من ثلاثين جلسة حوارية وما يزيد على أربعين ورشة عمل يشارك فيها أكثر من مائة واثنين وستين متحدثا عالمي فيما يشارك في المعرض أكثر من مائة واثنين وسبعين مؤسسة وشركة أعلامية بارزة على مستوى العالم تمثل ثمانية وثلاثين دولة تستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة كما يتضمن الكونقرس فعاليات مصاحبة تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط كبرنامج المشترين العالميين الذي يجمع أكثر من مائة وسبعين مشتريا من جميع أنحاء العالم لاستعراض أفضل التقنيات والخدمات والمعارف في قطاع الإعلام هذا وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صانعة للأحداث مستشرقة للمستقبل جعلتها بؤرة أهتمام العالم ومركزا ووجهة عالمية لاحتضان المواهب والمبدعين والمؤثرين في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحول الرقمي وفي العاصمة عدن وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع لها برئاسة الأمين العام أحمد لملس أمام مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية بالجنوب والتخادم الحوثي الإخواني الموجه لإعادة إخضاع الجنوب لقوى النفوذ اليمنية وحيت الهيئة صمود القوات المسلحة والأمن الجنوبي في مواجهة هذا التخادم في الدفاع عن حدود الجنوب مجددة تأكيدها على ضرورة تقديم التحالف العربي الدعم النوعي والمادي لوحدات القوات المسلحة الجنوبية لوقف العجرف الحوثية التي تهدد الأمن والاستقرار والممرات الدولية وشددت الهيئة على ضرورة العمل الجاد على وقف كافة التسهيلات المقدمة للميليشيا الحوثية المترتبة على الهدى السابقة وإسراع الحكومة بنقل كافة مقار الهيئات الحكومية التي تؤمن التمويل للميليشيا الحوثية بالمواد في مجالات الاتصالات والصناديق التموينية ومقار المنظمات الدولية وإلزام كافة البنوك والشركات الخاصة بنقل مقارها إلى العاصمة عدن أو وقف التعامل معها داعية للحكومة بالتخاطب مع المنظمات الدولية بهذا الشأن وفي سياق آخر جددت الهيئة دعوتها بضرورة الإسراع بصرف العلاوات والتسويات وكافة الإجراءات المقدمة من وزارة الخدمة المدنية التي أقرت بشكل كامل في مجلس الوزراء والتي لم يتبقى سوى مباشرة التنفيذ في المكلة بحث محافظ حضر موت مبقوط بالماضي مع مدير برنامج الأغذية العالمي مكتب عدن السيد مارك ومدير مكتب البرنامج بالمكلة السيد ماريا خطط المنظمة للتوسع واستكمال المستهدفين لبرامج تحسين سبل العيش بمدريات المحافظة وتعرف المحافظ في اللقاء إلى تدخلات البرنامج في بناء القدرات والمجتمعات المحلية ودعم صمودها عبر مشاريع تحسين سبل العيش ودعم برامج التغذية للأطفال والنساء والمشاريع الصحية وعرب المحافظ بالماضي عن شكره لبرنامج الأغذية العالمي لتزويده ميناء المكلة بحاضنتين للحاويات مشيدا بنشاط وتدخلات البرنامج مشيرا إلى أهمية التدخل بشكل أكبر في المستقبل بمشاريع تنموية وفق حاجة المجتمعات المحلية في سياق آخر التقى محافظ حضرموت بمكتبه بمدينة المكلة استشار منظمة الأغذية وزراعة السيد جيم مارك واستعرض اللقاء بحضور الجهات ذات الاقتصاص في القطاع السمكي خطة عمل المنظمة لبحث وتقييم احتياجات القطاع بالمحافظة وتدخلات المنظمة في مجالات دعم الصيادين وتأهيل مراكز الإنزال السمكي وإيجاد المناطق الملائمة لتربية الأحياء المائية حيث يأتي هذا اللقاء على خلفية زيارة وفد المنظمة الذي يزور المحافظة حاليا للإطلاع عن كثب لمستوى الاحتياج ومدى التدخلات للمساهمة في تحسين البنية التحتية للقطاع السمكي شدد المدير العام لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي على تحقيق المزيد من النجاحات والتركيز على التنسيق الدائم بين مختلف المراكز الأمنية بالمدينة والالتزام بالقانون وتنفيذه أثناء ضبط المتهمين والحرص على حفظ أمن وسكينة المواطنين وسرعة التجاوب مع بلاغاتهم جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للإطلاع على التجهيزات الهائية لمشروع تأهيل مركز شرطة المكلة حيث طاف العميد المنهالي بأقسام المبنى الجديد الذي يضم مركز شرطة المكلة وإدارة البحث الجنائي بالمديرية متفقدا سير العمل في أقسام التحريات والتحقيقات والجرائم المجهولة وقسم المعلومات والبلاغات وخلال الزيارة استمع العميد المنهالي إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل في المركز الذي تم تأهيله في الفترة القريبة الماضية والذي ضم العديد من خارجي كلية الشرطة لتفعيله والاستفادة من خبراتهم المكتسبة للرقي بالعمل الأمني المتوقع افتتاحه بشكل رسمي نهاية العام الجاري استعرضت اللجنة الإشرافية للاختبارات بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في اجتماعها الأول برئاسة الأستاذ أمين بعباد الإجراءات المتعلقة بتحديد المراكز الاختبارية وناقشت اللجنة تقرير تفصيلي مقدم من دائرة الاختبارات يتضمن الإجراءات وفقا للتوجيهات الصادرة عن الوزارة والمكتب المتعلقة بتحديد المراكز الاختبارية بحسب النطاق الجغرافي ومراعاة ظروف الطلبة إضافة إلى لجان الضبط والتحكيم وأسماء اللجان الفرعية وأكد بعباد بأهمية وضع رؤية جديدة تختص بمسألة إعداد ووضع الأسئلة الاختبارية من قبل المتخصصين ليكون لها أثر إيجابي على مستوى تحصيل الطالب بعد تجاوزه الاختبار مشيدا بالاستقرار الذي تشهده العملية الاقتبارية في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي بجميع مدارس مدريات المحافظة نظم مركز الأمل لريادة الأعمال التابعة لمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة ساحل حضرموت فعالية ساعة الريادة بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وشارك في الفعالية رجال وسيدات أعمال بارزين ورواد أعمال شباب تطرقوا خلالها إلى أهمية ريادة الأعمال وقصص نجاح لرواد الأعمال والرائدات مناقشين جملة من الموضوعات المتصلة بريادة الأعمال وفي الفعالية أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ساحل حضرموت الأستاذ عمر باجرش أن ريادة الأعمال في المحور الأساسي المنطلق الرئيس لكل الأعمال وهي نقطة النجاح في أي عمل مع فتح التخصصات العلمية في ذلك منوها بدور أبناء حضرموت في التجارة وريادة الأعمال من قديم الزمان قدم فريق حضرموت الاستراتيجي دعماً للإصلاحية المركزية بمدينة المكلة ضمن حملة مناصرة لتحسين بيئة مصلحة السجون بمحافظة حضرموت حيث قدم الفريق أغراضاً تشمل مواد تعليمية وأدوات نظافة وبعض الأغراض العينية وأكد الفريق همية تنفيذ مثل هذه المبادرات معلنين استمرار الفريق في تقديم المبادرات من أجل تحسين بيئة مصلحة السجون في حضرموت ساحلاً ووادياً من أجل الوصول إلى الهدف المنشود افتتحت السلطة المحلية بوادي والصحراء حضرموت بمنطقة القائمة بمديرية العبر مدرسة البصباح للتعليم الأساسي للبنين والبنات وتتكون المدرسة من خمسة فصول دراسية وملحقاتها وكذا مكتب خاص للمعلمين بتمويل وتنفيذ من شركة كالفالي وتأثيث من قبل السلطة المحلية بمديرية العبر إلى ذلك اطلعت السلطة الوادي على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مديرية وادي العين وحورة وتعرفت من إدارات المدارس على احتياجات سير العملية التعليمية وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم شهدت مدينة سيئون مهرجاناً للألعاب الشعبية الشبواني في إطار فعاليات مطلع المطالع السنوي الذي تنفذه حافة الحوطة بسيئون في النصف الثاني من شهر ربيعاً الآخر المزيد في هذا التقرير مطلع المطالع للألعاب الشعبية الشبواني مهرجان شعبي تنظمه حافة الحوطة بمدينة سيئون كل عام تزامناً مع حولية الإمام علي بن محمد الحبشي صاحب الريادة والنهضة العلمية في حضر مول وبرعاية من المجلس الانتقالي الجنوبي نحن في حافة الحوطة كل سنة على التوالي هذا الحدث الكبير الذي هذه الليلة نحن بيصدده والآن ستبدأ العدد تتحرك واحدة بعد واحدة في طريقها إلى السوق العام ثم إلى سحة الرياض خمسة عشر فرق من مجريات سيئون وتارين وشبام والقطين بالإضافة إلى فرق من مجريتين المكلة والشخر تشارك في هذا المهرجان الشعبي بتجمع شعبي واسع أمام ساحة قصر سيئون التاريخي مرددين الأبيات الشعرية الشعبية بألحان أصوات الدان الحضرمية بالنسبة للفرحة هذه إن شاء الله تكون فرحتين يعني الفرحة الأولى هو يعني ضرب رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى اليمنية من وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة ولذلك نوجه رسالة ونداء آجل إلى الرئيس القائد عدروس من قاسم زبيدي في إصدار جرار سريع بخروج قوات مليشيات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة هذا السنة الاحتفال غير ما شاء الله اليوم وكأنها مليونية أخرى لاستفتاء جنوبي جديد احتفالا بهذه الفعالية تصدر المهرجان تواجد أعلام دولة الجنوب في رسالة واضحة هدفها إصار رسالة ضد أصوات النشاز في وادي وصحراء حضرموت وللتأكيد على رحيل تواجد المنطقة العسكرية الأولى التي تمارس العنف والترهيب ضدهم مؤكدين بذلك بأن سيئون مدينة للسلام في المهرة اطلع محافظ المحافظة محمد علي ياسر على تجهيزات ضخ المياه لخزانات مدينة الغيظة والمناطق المجاورة لها ونقش اجتماع سير الأعمال الجارية ومستوى الإنجاز في مشروع الخط الناقل للمياه للمناطق الشرقية وطبيعة التجهيزات الجارية لضخ المياه إلى خزانات التوزيع وتوصيلها إلى المنازل بعد إنجاز الشبكة الداخلية كما ناقش الاجتماع المرحلة الثانية لمشروع خزانات مدينة الغيظة بتمويل من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار إضافة إلى مناقشة مشاريع المياه الجاري تنفيذها في مديرية حصوين ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء انطلاق فعاليات الكونقرس العالمي للإعلام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقف أمام التخادم الحوثي الإخواني لإخضاع الجنوب لقوى النفوذ اليمنية ومحافظ حضر موت يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي سبل استكمال المستهدفين لبرامج تحسين سبل العيش بمديريات المحافظة نشرتنا الأخباري انتهت شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة